نقاش على المباشر مشاهدين طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم يبدو أن حج 2016 سيمر بردا وسلاما على وزارة الشؤون الدينية وديوان الحج والعمرة فما تم تسجيله لحد الآن من حوادث أو مشاكل لا يقارن بما عاشه حجاجنا العام الماضي رغم أن بعض التعديلات التي أدخلتها السلطات في هذا الموسم كحج الفنادق والسوار الإلكترونيين لم تكن موفقة إرضاء الناس غاية لا تدرك وتسير الحج على المقاس والتمام ثقافة ربما لن نصل إليها قريبا رغم أن كثيرا من الشعوب يسويقون صورة مشرفة لبلدانهم في البقاع المقدسة فمن مانع من أن نصل لمستواهم هل المشكل يتعلق بكفاءات مسيرة أم بحجاج إرضاؤهم مستحيل أم غياب القصد من الحج كعبادة وليس كعادة سياحية هل نجحت المرحلة الأولى من الحج وإلى متى نهدد بعقاب المهملين ونقص الخبراء من وكالات وأعوان وأئمة في الحج كم هي مؤلمة أن يدفع حاج أموالا اكتنزها لإتمام الركن الخامس من الإسلام لكنه لا يجد من يصحح له أخطاءه ومين مفتي سعودي ومفتي جزائري من البعثة أين سيتوجه الحاج؟ أسئلة وأخرى أطرحها في هذا العدد من نقاش على المباشر وأسعد باستضافة البروفيسور محمد بن بريكا أستاذ الدراسات الإسلامية بالجزائر العاصمة بروفيسور مساء الخير أهلا وسهلا سيدي وقبل أن نبدأ النقاش في هذا الموضوع أربط الاتصال مباشرة عبر الهاتف موفدنا في البقاع المقدسة محمد شوقي علاك محمد شوقي مساء الخير مساء النور بضيوفك الكرام كل مشاهدي قناة نهار محمد شوقي ربما لو تستطيع أن تعطينا حوصلة في حوالي خمس دقائق عن حج هذه السنة نحن اليوم في يوم التروية الحجاج جزائريون أين توجهوا إلى ميناء أم لعرفات ماذا حدث في هذه الأيام كلها وماذا يحدث الآن أيضا وأنت متواجد ربما في عرفات تفضل نعم في بديء الأمر كان كل شيء ممتاز خاصة في مرحلة يعني الأيام الأولى من مرحلة الإسكان يعني هكذا يبدأ الحج يأتي الحاج إلى المطار ثم يستقبل ثم يحول إلى الفنادق أين يسكن وهنا يبدأ يعني نبدأ التمييز من حج موفق أم حج بمتعب ومشاكل في بداية الأمر كان كل شيء على ما يرام يعني المصال الإلكتروني قد أثبت نجعته في يعني الرحلات الأولى التي كانت جلها مبرمجة وقد حجزت إلكترونيا غرفها يعني كل حجاج يعني مروا على هذا المصار لكن بيعني قدوم الرحلات الأخيرة بدأت بعض الهفوات يعني تظهر في هذا النظام الجديد وخاصة يعني بدأ إن صح القول أن أقول أنه بدأ العبث بهذا النظام خاصة وإن عدة غرف كانت حجوزة لحجاج ما قد غيروا وتم تغيير مباشرة غرفهم وهذا لأسباب قالت البعثة الجزائرية أن حجاجا قد دخلوا عنوة إلى الغرف يعني هذه حتمية وهذه هذا هو يعني السبب الذي لقيناه من طرف البعثة وبعد ذلك من مرحلة الإسكان نأتي إلى مرحلة الإعاشة التي ربما دفع الحاج الجزائري هذه المرة أموالا زائدة عن السنة الفارقة فنقول يعني من حقه أن يحصل على يعني يعاشة لا بأس بها وإعاشة مشرفة في السنة التي مرت لقد كانت يعني الإعاشة مضمونة من طرف رئيس الجمهورية عبدالعزيز بي لكن هذه السنة يضطر الحاج الجزائري على دفع مبالغ مالية إذن من حقه أن يحصل على يعني مأكولات يعني لا بأس بها قيل أن هناك طباخين جزائريين لكن عندما وقفنا في الميزان رأينا فقط 9 طباخين يعني قدموا 9 طباخين لخدمة 22 ألف حاج هذا مستحلين إذن لم نستطع أن نقول أنه أكل جزائري هذا يعني لنفي ما تم تدوله من طرف الجزائرية يعني تم تعاقد مع عدة شركات شركة تركية وشركة مصرية حوالي أربع وخمس شركات ليس لأسماؤهم هنا بتحديد لكن أستطيع أنه فيكم بهم بعد هذا وشيء يعني المقائف التي رأيناها صحيح أنه الأكل كان صحي لم يكن فيه مشاكل لكنه لا يستطيع أن يكون أكلا جزائري فهو أكل شرقي وبتعرف العادات الجزائرية وإحنا يعني عندنا ذوق خاص الجزائري يحب ذلك ذوق خاص بعد الإعاشة نأتي ربما إلى مرحلة التوشيد الإرشاد أو التوجيه الديني أو الفتاوى لقد تم جلب عدة إمة مثلا على صين الشيخية وهذه المرة استنجزت بعث الجزائرية بنقابتين يعني نرى شيخ جلو الحجيمي الذي يمثل نقابة الإمة وأيضا نقابة أخرى لا أتذكر اسمها لا أدري هنا لمساعدة البعثة على تخطي بعض المشاكل وبعض الصعب إذا كانت تنظم بعض الدروس بعض العصر هنا وهناك لكن ليس بصفة دائمة أو في كل فنادخ أو كل يوم يعني كان كل مرة هم بعض المشايخ مكاشا وحددهم مرهوش كبير يتنقلوا من فندق ويمدوا مواعد نعود إلى مفادنا في البقاء المقدسة محمد شوقي علاك محمد كنت تتحدث عن النقائص توقفنا عند الإفتاء والتكوين الديني من هذه النقطة أو واصل لنا تقييمك في عجالة وحتى اليوم تفضل نعم قلت بعد الإرشاد الديني الذي لم يكن بصفة دائمة في كل الأوقات يعني نأتي إلى خدمات أخرى ربما لا أيضا لا توفرها البعثة لقد تم الإفتغناء عن مجموعة من الجيل الحماية المدنية الذي كان لهم دور في عملية الإسكان الإعاشة وهيئة التائهين لكن هذه الإفتغناء تم حصر عملهم فقط في هيئة التائهين وتم تعويض العدد الذي تم إزالته من الحماية المدنية بأعضاء ومرشدين لكن نرى أنه في أغلب الأحيان عندما ندخل ربما أحد الفنادق لا نجد يعني مكتب الإسكان أو مكتب من هذا القبيل يحافظ على دوام 24 على 24 ساعة مثل ما يحافظ عليه أعضاء البعثة الطبية أو أعضاء الحماية المدنية إذن لا نرى يعني أنا بحالي ما نشوفش يعني أنه الدور تحم ونرى هو يكون هنا لو كانوا يخلووا ربما العادات على الحماية المدنية أو زادوهم في البعثة الطبية اللي في أحد الفنادق يجوزوا أكثر من 250 مريض يوميا يعني رقم رهيب رهيب وما يخلوهمش يعني يعملوا بصفة نضحوا النقطة أخرى ربما أهم اليوم يعني البعثة الجزائرية قررت يعني اتباع نظام الربين النظام الربين يعني الحافلة جيب الحجاج حتى العرفة وترجع مرة ثانية وتجيب حجاج آخرين وسنة اللي فات شوفنا نظام الرب الواحد يعني الحافلة كانت تجيب مرة واحدة وما تجيبش مرتين وهذا يعني لتسريع العملية معلش أنه البعثة اختارت عرفة يعني لا حرج هي يعني فسنة المبيت في من لكن اختارت عرفة باش حتى الحجاج والشزوخ والكبال ما يتعبوش لأنه صعب القدوم من العرفة صبيحة يوم عرفة هذا وش كان يعني فيما يخص اليوم أما فيما يخص يعني السكنات كنت نقلنا منذ لحظات إلى المخيمات وعيننا يعني حالة الحجاج وهم يعني لبس بهم وعجبهم الحالة كثير خفزين في هذه المخيمات يعني بمخيمات ألمانية بمعايير أوروبية ومكيفات جديدة وأيضا صفابات يعني يعني كين في أفريشة مش غرابي فقط كين هناك تحسن في مخيمات عرفة لكن السؤال تربما المشكل الذي سيكون وككل سنة ستكون في مخيمات ميناء لما كانت أي تغيير في هذه المخيمات وما زال المساحة ضيطة والمخيمات ممتاز جدا محمد شوقي على لك أشكرك جزيلا الشكر على هذه الحوصلة حول المرحلة الأولى من الحج شكرا لك إلى حين ربط الاتصال بيوسف عزوزة دكتور بن بريكا ملاحظاتك كمعاين لما حدث هذه السنة في الحج قبل أن أعطيك مشاهدين أعطيه الكريمة حول الحج دكتور بن بريكا وقبل دخوله إلى الستوديو كان منهمي كان على كتابة بعض الأبيات كخواطر في تلك اللحظات عن المرحوم نصر الدين من عين الفكرون نستمع لهذه الأبيات التي كتبها الآن أو قبل دخوله إلى الستوديو ثم نفتح النقاش على ملف الحج تفضل دكتور بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزي عائلة الفقيد بمناسبة هذه الفاجعة وأقول جئنا أن أعزيك لا أن على ثقة من البقاء ولكن أسوة الدين ليس المعز بباق بعد صاحبه ولا المعزة ولو عاش إلى حين قضيت ليلتي الماضية باكيا وأنا يعني في خلوة مع الله سبحانه وتعالى تأثرت لمقتل هذا الصبي بهذه الطريقة البشعة من أقرب الناس إليه من المكان الذي يأتيه منه الأمان ووضعت نفسي مكان الوالدين فالمأساة في العشر المعظم من شهر الله الحرام والفجر وليال عشر بمناسبة دخولي إلى الأستوديو أيضا كنت مختليا في صالون قناة النهار المضيافة فكتبت هذه الأبيات أناصر تبكيك في الشهر الحرام الجزائر وقد قتلتك أياد فعلها غادر لم ترع فيك يا صغير إلا وذمة فويلها عند ربي يوم تبل السرائر إلى جنة الخلد رحيلك دون ريب وقد ملئت بالأبرياء من المقابر فإنها لا تعمى الأبصار وإنما تعمى من القسات تلك البصائر وهل أنت إلا ثكل مجدد في كل مرة تقتل براءة جديدة وهل أنت إلا ثكل مجدد للوالدين وحزن تجاهلته الأكابر إلى الله مشتكان من مآس كثيرة فمتى يا قومي تصح من الضمائر سلمت يا دكتور ولفضفوك وهذا كله أعلم أنه من تأثرك بحادثة للطفولة تمنى الأفضل والأحسن للطفولة في الجزائر نعود إلى موضوعنا مع السيد يوسف عزوزة مدير الدوان الوطني الحجر العمرة معنا مباشرة من البقاء المقدسة أستاذ يوسف مساء الخير مساء النور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية لكم وضيفكم الكريم وعليكم السلام أستاذ يوسف كنا نتكلم قبل قليل مع مفادنا في البقاء المقدسة أو جزالنا في عجالة تقييما عن مرحلة الأولى سؤال عن هذه المرحلة وحتى اليوم وأريدك أن تحدثني كحاج وليس كمدير للديوان تقييمك تفضل أنا أقول بسم الله وأصلي وأصلم على رسول الله كحاج سبق لي ولله الحمد والمن أنا نديت هذه الفريضة وما لحظته هذه السنة هو تحسينات في على مستوى خدمات كثيرة إن على مستوى المسكن القريب من الحرم المكي أو على مستوى الإعاشة التي لقيت استحسان جل حجاجنا الميامين أيضا مبادرات تشكر وتثمن هذه المبادرات التي تهدف إلى تطوير تنظيم عملية الحج حتى لو سجلت بعض الملاحظات طفيفة منها حجز الحجاج الميامين غرفهم بأرض الوطن فأغلب الحجاج يعني وجدوا فعلا غرفهم وحجز خلال بسيط يستدرك وتعالج لاحظنا أيضا في الميدان والله يحمد منه أن بعض الملاحظات التي تسجل هنا أو هناك سواء على متعامل أو على وكالة أو في مكان ما يعني يتفاعل معه إيجابيا من خلال تقادير تفاعل لجنة المتابعة ويحل يعني في عين المكان يعني فيه يعني روح حقيقة موجودة يعني داخل الفريق سواء الفجاج أو أعضاء البأسة يعني هناك تكامل الهدف هو فهم تشريف الجزائر ورفع رأية الجزائر يعني يقول صدقا وصراحة أنه كثير من الإيجابيات لمسها الحاج وعاسها الحاج وعبر عنها الحاج في هذا الموسم والذي عبر عنه أيضا معالي وزير الشؤوني وقاف وقال أن هذه المرحلة ولله الحمد منها كانت ناجحة يعني على هدف أفعد والحمد لله أستاذ يوسف عزوزة مدير ديوان وطني الحج الأمرة شكرا جزيلا لك على هذا التقييم حول المرحلة الأولى من الحج ألا أكثر بارك الله فيكم واجهدكم الله خيرا شكرا دكتور أبدأ معك الآن استمعت للمراسل والموفد نهار واستمعت أيضا يوسف عزوزة المدير الدولة وطني الحج العمرة تفضل اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد أولا النظر إلى الأشياء يجب أن يكون دائما بعين ناقدة ليس الفشل وأن نسقط إنما الفشل وأن نقف حيث سقطنا تتكرر في كل موسم حج مآس كثيرة سواء على مستوى الإطعام والإيوى كما ذكر مراسلكم سواء على مستوى التيه الذي يحصل لكثير من الحجاج بحكم السن بحكم المرض سواء يعني بطبيعة المشاق التي يتعرض لها الحاج أثناء أداء منسكه ولأن السفر في النهاية هو قطعة من العذاب كما قال صلى الله عليه وسلم ولكن حين نأخذ حج هذا العام وإن كان يصعب علينا التقييمه قبل نهاية المناسك وعودة الحجاج إلى أرض الوطن بصورة نهائية لكن مع ذلك نقول بأن هذه النقائص تقابلها بعض المزايا وبعض الحسنات حدثني أحد حجاجنا الميامين هذا اليوم في مينان قال نزلنا بخيام محترمة وخيام مكيفة وهذا شيء إيجابي يجب أن نعترف به لكن مع الأسف الشديد ما تبعته في الأيام الأخيرة من أحداث تكررت وهي أحداث تتجدد كل سنة ما تبعته ينافي تماما ما تفضل به السيد وزير القطاع من طبيعة البشر أن يمجد دائما ما يقدمون وفي المجال السياسي عندنا الكثير من المديح والإطرال لنشاطات الجهاز التنفيذي قد أبعدنا عن مطارحة بعضنا بالواقع ومصارحة بعضنا بالنقاص التي لا يخلو منها أي قطاع في جميع أنحاء العالم ولكن المبالغة في الإطرال والمبالغة في المديح غيبت عننا هذه الصورة الناقدة التي تجللنا حقيقة الحج قال مراسلكم جماعة من المفتين أولا مشكل الفتوى في الحج مشكل عضال حجاجنا مغرامون في أغلبهم بهذه النظرة المشرقية الأشياء والفتوى من المشرق ومن بلاد الحرمين يعتقدون أن الدين ببلاد الحرمين وهذه نظرة خاطئة بلاد الحرمين لها قدسيتها بحكم وجود الحرمين أما العلم فلا وطن له العلم يأخذ خاصة في مجال الفتوى المتعلقة بالعبادات يأخذ من الوطن لأن المرجعية الدينية تتفاوت من بلد إلى آخر ذكر مراسلكم ضربا مع الأسف مثلا لا يمكن أن يصور حقيقة العلم الشرعي في الجزائر قال وعلى رأسهم فلان يعني إذا كانت البعثة على رأسها فلان هذا إمام المسجد الكبير إمام المسجد الكبير أعرفه هو بكل احترام لا يمثل طاقة علمية ولا كفاءة علمية تتصدر للفتوى في بعثة جزائرية الكثير من الأساتذة الجامعين الكثير من فقهاء الزوايا وهم ظالعون في الفقه على دراية معمقة بالفقه الكثير من الوجه المغيبة في هذه النقطة بالذات لأنها أهم نقطة أعتقد أنها دكتور في هذا المجال متعلقة بالفتوى والمرافقة الدينية حتى لا يضيع مني الخيط الحديث عن وجود ممثل هذه النقابة وممثل تلك النقابة نحن لسنا في ما يطلبه المستمعون الحج لا يجب أن يتكيف مع الدعوات النقابية ولموقف خاص من وجود النقابات في القطاع الديني من اليوم الأول أنا رفضت كوجهة نظر حرة لا بصفة رسمية لأنه ليس لصفة رسمية ولكن كأكاديمي وكباحث وكناظر إلى الشؤون هناك الدينية هناك قطاعات لا يجب أن توجد فيها النقابات لأنها تخل بالكثير من التوازنات في الوحدة الوطنية هذا كلام لو دعيت إليه لقلت وجود من يمثل هذه النقابة ومن يمثل تلك النقابة في الحقيقة أمر لا يجب أن يكون فمن يزعج سيادة الوزير يدعى للحضور إلى الحج هذا التجاوب مع الثقل النقابي لا يجب أن يكون دكتور ربما نستطيع أن نتجاوز كل النقائص المتعلقة بالإطعام أو بالإيواء أو بالنقل أو بالسوار الإلكتروني أو بالحجز أو غيرها لأنها أمور مادية ولكن لا نستطيع أن نتجاوز أمر متعلق بالفتوى وهي غذاء الروح وغذاء العقل لأنه فيها أفكار دخيلة أو شيء من هذا القبيل فيها حتى صحة الحج من خطائه ربما أخطاء والحجاج يدفعوا أموال باش يديروا حجة الإسلام وربما كانت الحجة الوحيدة نعم وينتظرها منذ سنوات المشكلة تراه في من يتكفلون بالإرشاد الديني أو مشكلة في ربما أن الحجاج لا يستسلمون لهم يعني الحجاج من هنا رايحين برمجين أنه يستفتي سعودي المشكلة أين لا يقتنع هو بالجزائري؟ سيدي الكريم هناك عزوف منذ ظهور الفضائيات وشبكة الأنترنات وبداية التسعينات هناك عزوف عن المرجعية الدينية الجزائرية عزوف من أفراد كثيرين من الشعب الجزائري لأسباب متعددة وهذه الموجة المشرقية التي تحدث عنها مراسلكم في مجال الإطعام لو كانت في مجال الإطعام لهان الخطب ولكن الأمر أكبر من هذا بكثير هناك عملية انسحاق وذوبان أمام المرجعية المشرقية وكل الخطباء على المنابر أكثر الخطباء يوجهون الناس إلى الفتوى المشرقية والمواقع عندنا كلها تخدم التيار المشرقي المعروف الموجود ببلاد الحرمين حتى نصارح بعضنا هي ليست مرجعية لا أزهرية ولا عراقية من بغداد والكوفة وما إليها من مراكز العلم هي مرجعية نجدية معلومة لها مدرسة معينة مع الأسف الشديد جعلناها مصدرا الفتوى في كل شيء وهناك مهازل على القنوات عند السؤال في المسائل الشرعية مع الأسف هذا التوجه موجود من البداية ثانيا الصورة الموجودة بالجزائر لا شك أنها موجودة في الحج يعني سيطرت خطباء هذه المدرسة على المنابر وعلى الدروس وعلى فضاءة العلم والمعرفة لا شك أنهم وقد رأيتهم بعيني بمناسبة الحج وحججت مع الأستاذ يوسف عزوزة حجة الفريضة حججت معه ولاحظت بعيني الكثير من المتطرفين من المنسلخين من المرجعية الدينية الجزائرية يتصدرون للدعاء ولتوجيه الحججي لآخرة هذه كارثة مع الأسف الشديد في القلة التي تستمع إلى التوجيه على المذهب الرسمي الجزائري على الأقل على المذهب المعتمدة في الشمال الإفريقي المذهب الغالب هو المذهب المالكي مع الأسف حتى في اللباس حتى في السلوك العام هناك تأثر بالمدرسة المشرقية لا أعتقد أن وزارة الشؤون الدينية التي تركت الحبل على الغارب هنا في المساجد وتستطيع أن تصلي حيث شئت سترى المطويات سترى الألبسة تباع على أبواب المساجد سترى الأقراص سترى الخطباء وكأنهم جاءوا من كوكب آخر إلى الجزائر يخاطبون هذا الشعب بمفهوم جديد بتصور جديد للدين بفقه جديد جلبوه من بلاد الحرام المشكلة أين دكتور؟ هل المشكلة في الأئمة الذين المفروض أن يرافقوا الحجاج مهمشين في الجزائر؟ من تقترح مثلا أن يشرف على الإرشاد الديني لحجاجنا؟ شوف سيدي الكريم تكلمت منذ سنوات قبل هذا الوزير وقبل الوزير الذي سبقه تكلمت عن منصب مفتي الجمهورية كان لي تصور معين وأنا أول من أثار هذه المسألة وكان هناك تجاذب علمي في هذا الموضوع ولكن مع الأسف في النهاية نجد صيغة مشوهة لمفتي الجمهورية في شكل فتوى جماعية ومجلس جماعي وهناك التحايل في الحقيقة على هذا الصرح الذي يجب أن يكون صرحا معنويا وروحيا يوجه الفتوى ويرجع إليه في الفتوى هذه واحدة تكلمت عن مسألة المرجعية الدينية والدفاع وأنا متعصب للمرجعية الدينية في عقد الأشعرية وفي قمالك وفي طريقة الجنيد السالك كما قال ابن عاشر أنا متعصب لهذه المرجعية التي حفظت لنا وحدة لنا الدينية مدة قرون الآن هناك طرح جديد يطرحه الوزير ولا أوافقه عليه بل لو كان لي من الأمر شيء لمنعته حتى من الكلام بهذه الطريقة يقول رسم الخارطة المرجعية للدولة الجزائرية بطريقة جديدة شيء من المذهب المالكي وشيء من أمور أخرى موجودة في الجزائر وأمور دخيلة على الجزائر يعني لسنا برسم كوكتيل مرجعي للمسائل الدينية يجب أن تكون هناك صرمة فالمسئولية مسئولية وزارة الشؤون دينية التي هي وزارة للشؤون دينية أنا تكلمت عن من يرافق الحجاج هل مهمشين هذه الأئمة أو لمش موجودين يا سيدي بعضهم يذهب للسياحة ويختبئ حين يكون في تتكلم عن الذين من المفروض أن يذهبوا وسمعت مراسلكم يقول يجلسون لبعض الساعات خلافاً لأئمة الذين يأتون من دول أخرى يجلسون لبعض الساعات لكن هذه أئمتنا هذه نتاجنا مع الأسف الشديد الاختيار خاطئ والآليات آليات خاطئة لأن المقاييس التي على أساسها نختار هؤلاء مثلاً الكثير من العلماء مهمشون الكثير من الباحثين من الأساتذة الجامعين المتخصصين في شؤون الفقه والفتوى مهمشون نأتي بهذا وذاك للحفاظ على المنصب السياسي أو المنصب في المسئولية الدينية أو في إدارة ما بالوزارة أو في مجلس علمي أو في مسجد ما للمحافظة على هذه المناصب نختار زيداً وعمر لإرضاء الجميع وإرضاء الناس غاية لا تدرك والحق يجب أن يكون فوق الجميع إلى متى هذه الدولة حين تشك أن تتعافى من بعض الأمراض تعود هذه الأمراض وبقوة ويتحالف الجميع من أجل إفساد القطاعات ومن أجل تهميش الكفاءات ووضع الرداءات في مناصب لا يستحقونها مشكلتنا هي طرد الكفاءة وتكريس الرداء وهذا تعاون عليه الجميع تقريباً في قطاع شونديني وفي قطاعات أخرى أقول هذا يعلم الله دون تحامل على أي جهة ولكن غيرة على هذا الوطن إلى متى يبقى الحجاج الزائريون يضرب بهم مثل في الفوضى وفي الضياع وفتيه في الحج وفي مسائل كثيرة دكتور بروفيسور كنا نتكلم قبل قليل قلت كلمة موجزة وأعطيت ربما بها صورة عامة عن ما يهد قلت المشكل مشكل إطارات مشكل كفاءات في كل القطاعات وقطاع الحج هو قطاع من هذه القطاعات هناك مشكل آخر هو مشكل عقلية للحج الجزائري يعني للأسف ربما رضاء الناس غير لا تدرك يعني لا أستطيع أنا كديوان حج أو كوزارة شؤوندينية أن أرضي 28 أو 30 ألف حج جزائري كلهم يعني يكون بنفس الشروط بنفس الإيواء بنفس كل شيء في رأيك الحج في الجزائر هل عدنا عقلية أنه حج موضى حج عادة وليس عبادة حج لأجل التسوق وليس لأجل التجرد إلى الله سبحانه وتعالى والحج الكل يعلم أنه يشبه يوم الحشر يوم القيامة يعني واللباس أحسن دليل سيدي الكريم ندخل هذا الباب من خلال فلسفة التاريخ ستقول يعني كيف الجواب ببساطة أن الحضارات القوية عاشت من أجل فكرة معينة وحين تعيش من أجل فكرة يصنع المواطن ويوجه ويربى ويؤدب يعني يحاط بكل مكونات النجاح التي تؤدي لتحقيق تلك الفكرة خذ مثلا الحضارة اليابانية حتى لا نتكلم خذ الحضارة الألمانية حين تأتي إلى الإسلام عند الشعوب الأعجمية والإسلام عند الشعوب العربية تجد أن فريضة الحج مثلا يؤديها الحجاج العجم خيرا من الحجاج العرب لماذا؟ الحاج التركي أو الحاج الإيراني أو الأندونيسي أو الماليزي يضرب به المثل في الانضباط وفي الرعاية وفي الانضباط المذهبي أيضا التقيد بالفتوى الصادر عن مرجعيته الدينية وجود إمام مع كل مئة حاج وجود طبيب وجود ضابط كما يحصل مع الوفود الإيرانية على ما بلغني منذ سنوات حتى يكون الجميع في قالب واحد يسيرون على نهج واحد ويضربون مثلا حسنا لبلدانهم وفي النهاية تلك الممارسة السلوكية جزء من شخصية البلد ومن التوجه ومن الفكرة التي يسير عليها البلد بالنسبة للحجاج العرب تجد الفوضى وإذا جئت إلى الحجاج الجزائريين مع الأسف الشديد الحاج الجزائري على شدة تديونه التديون الفطري لا أقول التديون المظهري الذي صار شكلا معينا يصدر لنا حتى أفرغنا سلوكنا الديني من قالبه الباطني وجعلناهم مجرد شعارات خاوية لا تنبئ عن حقيقة دينية ناصعة هي الصفا والمصافات والسير على طريق الخير الحاج الجزائري هنا نلج إلى باب آخر أولا ليس له فكرة يسير نحوها لا يعتقد أنه سفير لبلده يعتقد أنه إنسان حر لا يتقيد بفتوى البلد ولا يتقيد بسلوك البلد ولا يعطي صورة عن البلد وإلا هل تتصور أن حجاجا يطردون من غرفتهم رجلا مسنا في الثمانين كما شاهدت على قناتكم الكريمة منذ ثلاثة أيام فقط ويخرج وياتيه في الشارع وحاج آخر تطرده جماعة أخرى وحاج يستولون على يعني لا رفث ولا فسوق ولا جدال لا يحترمون الآية أكثر من الرفث ومن الفسوق ومن الجدال هنا أذاء المؤمن والأذاء يعني درجة عالية ربما راجع دكتور إلى نصيحتهم في الجزائر لا التربية المسجدية من الاستقلال لم تكن تسير نحو تحقيق فكرة معينة ولذلك تتالت علينا الأنظمة ذات الاختيارات السياسية المختلفة من القومية إلى الاشتراكية إلى الليبرالية وهكذا فليس هناك نمط واحد ليس هناك قالب واحد وفكرة واحدة نسير نحوها والمرجعية ضربت في الصميم في التسعينات شك الناس في الدين يعني الناس المحايدين دينيا المحايدون عفوا دينيا شكوا في هذا الدين الذي تتبنى جماعة تقتل وتشرد وتمارس العنف ثم شكوا لكثرة القنوات التي تتحدث في الدين للهيئات التعبدية داخل المسجد الواحد الواحد يقبض والآخر يسدل والآخر يرفع والآخر يعني يسلم على يعني كوكتيل كما قلت خاليط يعني كأنك أمام ديانات عديدة أو اجتهادات عديدة أو مذهب عديدة داخل المسجد هذا ما أنتج الفرض الجزائري داخل مسجد القرية الذي يتسع لمئة مصلف فقط أما المساجد الكبرى فحدث ولا حرج يعني باختصار البروفيسور كأن الحاج الجزائري لا يعي معنى الحج الحاج الجزائري بعد مسالة الفكرة نأتي إلى علم النفس الاجتماعي الجزائري بسم الله ما شاء الله عبارة عن قارة الأعراف والتقاليد من منطقة إلى منطقة وهذا التعدد في الحقيقة كان يجب أن يستثمر ثقافيا ويستثمر أخلاقيا ويستثمر اجتماعيا ونفسيا في المصاهرات في التعارف في اللباس في السياحة الدينية إلى آخر لكن مع الأسف تحول إلى ألوان من التصادم بين ثقافة منطقة معينة وثقافة منطقة أخرى الحاج الجزائري حين يذهب أولا لا وجود لي لباس موحد عدا لباس الإحرام ثانيا هناك نزعات من الغضب والعنف أحيانا لأسباب تافية جدا سمعت بأذنهاته وفي بيت الله الحرام سمعت بعض الشباب يعنف من هو أكبر منه بكلمات ننزه مجالسا عن تكرارها أو عن التلفظ بها رأيت البعض وقد تبادلوا اللكمات داخل خيام مينا هذه الذهنية أنت أيها الحاج كان يجب أن تتصور أنك ذاهب إلى أرض المحشر يحشر الناس حفاتا عراطا غرلا ينظر بعضهم سوأة بعض قالت أم المؤمنين يا رسول الله نحشر حفاتا عراطا غرلا ينظر بعضنا سوأة بعض قال هوني عليك يا أم المؤمنين لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه كان يجب أن يعيش الحاج لحظات الحشر يتجرد من كل شيء إلا من هذين الإزارين الأبيضين برأس عار مكشوف بكتف مكشوف حافيا كل هذه المظاهر كان يجب أن تخلق فيه ألوانا من الخشية ومن الخشوع ومن التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى فلا وجود لتربية باطنية لا وجود لتصوير لهذا المظهر الباطني للحج الله سبحانه وتعالى يقول أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة نحن اشتغلنا بالظاهرة ولم نشتغل بالنعم الباطنة نسمحني المقاطع راح نروح عند الأستاذ مصطفى بن عطلة وهو مكلف بالحج والعمرة سابقا بقنصلية الجزائر بجدة مساء الخير أستاذ مصطفى مساء الخير بداية أنت لك باع كبير فيما يتعلق بتنظيم الحج والعمرة وسبق وأن كنت في قنصلية الجزائر بجدة واشتغلت على هذا الملف لسنوات تلاحظ أن كل سنة نتحدث عن بعض النقائص وكل سنة نتحدث عن بعض الهفوات وكل سنة نتحدث عن بعض المشاكل التقنية تارة أو المشاكل المتعلقة بصلب الحج وهي مشاكل ترشاد ديني ومشاكل توجيه ديني وفتوى دينية في رأيك لماذا تكرار هذه المشاكل؟ هل المشكل مشكل كفاءات تسيير؟ أم من مشكل في عقلية الحج الجزائري؟ أم من مشكل في أن الذين هم على رأس هذا القطاع لا يستطيعون أن يصلوا به إلى لا أقول المثال ولكن على الأقل درجة صفر خطأ تفضل أولا أشكر ضيفك المحترم سيدي الفاضل المحترم سيباسي بمحمد بن بريكا الفاضل أشكره شكرا جزيلا وفي الحقيقة في حضرته لا ينبغي لأمثال أن يتحدثوا ولكن اسمحوا لي فنحن جزائريون عدنا الخشون ذيك والرعونة والرعونة بالنسبة لأنا في الحقيقة في البداية أتعذب عندما أعرف أن لجنة الحج والعمر عمرها ما يفوق 40 سنة ومع هذه السنين ومع هذه السنين كلها ما استفدناش منها وما قدرناش حتى نديروا دراسة نتوقف على 40 سنة أكثر من 40 سنة نتوقف وندرس ما هي الإيجابيات لتدعيمها وما هي السلبيات لتفاديها وفي الحقيقة هذه الملاحظة تجعلني أقول في البداية لعل هناك عدم تنسيق بين المكلفين بالحج في الجزائر وهيئاتنا الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية لأن كل واحد عنده التقارير تاو كل واحد عنده الهيئة تاو كل واحد عنده نظرة تاو ولا بد من تكامل هذا التقرير مع هذا التقرير أو هذا الملاحظة مع هذه الملاحظة ثم بعد هذا نصفي نصفي القضية إما هاك وإما هاك لكن لحد الآن 40 سنة أكثر من 40 سنة وما استفدناش ثم بالنسبة ل القتلة العقلية الجزائرية يا سيدي المحترم عدنا مثل دارج يقول شوية من رطابة ليد وشوية من الحنة أنا في رأيي ما يلزمش نحمل الهيئات الرسمية كل الحمل ولماذا؟ لأن شوية من الحجاج انت وعنا وشوية من وزارة الشؤون الدينية واللجنة التابعة لها لجنة الحجي والعمرة هذه لأن العقلية الخشونة والعقلية انت تقنانت هذه كلها نجدوها الهيئة لأن الموجودين في الحج ما هم؟ من هم؟ جزائريون كما عندهم نفس الطبيعات نقلوها في الطيارات انتعيرها الجيلة وحطوا بها في جدة وبقاطية ولهذا نجد الآن والله يقبل أعجبني السيدين المحترم الدكتور طادل في بمريكا أعجبني أنهالي كان يتحدث على الفتاوى والمفتيين وكذا وكذا صحيح هذا صحيح هذا لماذا؟ لأن الثقة تمكنش في المفتيين توعنا وكل في الجزائر هنا كما هنا كما الحج الكل يفتي والكل يتحدث في الشريعة والكل ينهى والكل يأمر هذا المشكلة انتعنا له وما ما تقدرش والله ما تقدر تدير حاجة له لماذا؟ لأن أي شيء يديره نوع من التضامن كما هنا فيه وقفات فيه كذا ما فيش مظاهرات لكن فيه وقفات فيه وقفات حناية ورق ظلمت هذا وصنعت هذا وكذا وكذا ثم بالنسبة للحجاج انتعنا الجزائريين اللي هي تجد في الحقيقة تجد تقوص مختلفة تجد تقوص مختلفة الناس مننا ومننا نهالجوا كما كان يقول سيدي الفاضي للدكتور المحترم كما كان يقول على الأتراك ولا على الإيرانيين هذو كيجوكي مقال لأخر عندهم انضباط الجيوش النظامية احنا يتقول له كلمة والله العظيم ننور فيك حتى نتعود لا رفاة ولا فسوقة في الحج تنسيها قاعدا ثم بالنسبة لكينا هنا القضية لحد الآن الحج عبادة وليس سياحة والله نعم لبريستيج حقيقة هي الواحد يأكل مليح ويشرب مليح ويرقد مليح لكن احنا من عمل والوثنا درناها هي كل شي يعني رايح الإنسان حتى نعث الوكالة السياحية كي تسهر واش تقول خمس نجوم قريب من الحرم في المكيف السيارة مكيفة يا أخي انت رايح لإسطنبول ولا رايح المكة المكرمة كينا أمور ماهيش هذه هي ماهيش هذه هي أنا ليسمح لدكتورنا الفاضل المحترم في يقول عبدالله بن عامر بن رابعة عن سيدنا عبدالخطاب رضي الله عنه يقول صاحبت عمر بن الخطاب من المدينة إلى مكة المكرمة في الحج ثم راجعنا ثم ضرب لنا قصطاس ولا خباء ولا كان له بناء يستضلوا به نحن ذرك يحوث على الكليماتيزير يحوث على كذا الشربة دوريقة هنا الشربة المقطفة في الزائر دوريقة الحلو دوريقة كذا يا أخي ما عليش مذابينة هذه هذه مذابينة هذه مذابينة رأنا حتى كينوت لبو ربي نقول يا ربي يعطينا الرزق الحلال ورزق الطي ورزق كذا في الظنة ولكن بنسبة الحج الحج هذا كما سمى أحد الدكاترة اللي يعجبني في هذه سمى حج الرطاهية تعال في بي يا أخي الحج ملازم للتواضع الحج كما قال الحج موش معنى هذا أنه رايح حتى في مينان وفي عرفة نقول حاج وفي قديمة مش درك رايحي من عام 2005 وهما دير الحج تعال في في عرفة وفي مينان والله ما يخرج من ثم تليفزيون الحية كذا هذه بالحقيقة يعني ربما المعنى الحج لم يعد موجود الآن والقصد منه لا معنى لا مبنى لأن عادنا واحد الحج ولي اسمح لدكتورنا الفاضل والمستمعون المحترمون يعني عاد الحج عادنا تقريبا حج تعزوخ وفوخ وتكأم وكيما راكم تعرفوا الأمور الأخرى جميل باختصار أستاذ مصطفى تفضل باختصار لأن الوقت انتهت على الحصة باختصار شديد القضية ما هيش قضية وزارة ولا قضية لجنة ولا قضية سفارة ولا قضية قنصلية القضية كذلك المعلم إذا ولا حتى ولو كان معلما ماهرا يجب كذلك أن يجد التجاوب من قبل التلاميذ حتى ينجح التلميذ وتنجح المنهجية وينجح البرنامج ونده كلنا شهادات إن شاء الله شكرا لك مصطفى بن عطلة مكلف بالحج والعمر السابق بقنصورية الجزائر بجدة كنت معنا مباشرة عبر الهاتف نعطيك كلما أخيرا بروفيسور تفضل سيدي كريم أولا أبادل السيد مصطفى بن عطلة مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون فهوآت ونبت في مدينة صديعاطية مسعودي أحد أكابر فوقها الجزائر المعاصرين ضيعه قومه مع الأسف جبل من جبال العلم انتقل إلى رحمة الله من سنوات ولكنه ترك تلاميذة كثيرين يتفجر العلم من جوانبهم التفجرة أشكره على هذا التحليل وأنا أبصم عليه بأصابع يدي العشرة لأنه تكلم في الجانب السياسي في الجانب الديبلوماسي في الجانب الأخلاقي في الجانب الإداري وأقول بأن المثل الذي ضربناه بالمسلمين العجم يجب أن يكون نصب عيوننا يجب أن يعيش الجزائريون أولا الحج كمناسك التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع يعني بمكان قفر لا يعني نبات فيه لأن الله سبحانه وتعالى حملنا هذه المشاق حتى تكون الجائزة على قدر الطاعة هذه الملاحظات لا تنقص من الأداء الجيد في كل المناسبات في كل القطاعات لا تنقص منه شيئا فروح النقد يجب أن تكون روحا غالبة والدور الإعلامي الذي شجعته دائما وأبدا يجب أن يكون حاضرا في كل المناسك وفي كل القطاعات لأن الإعلام هو العين الساهرة على نقل الصورة الحقيقية لما يقع في بلادنا بهذه المناسبة في ثلاثين ثانية أن الوقف في ثلاثين ثانية أسأل الله في هذه الأيام العشر أن يجعل بلدنا سخاء رخاء وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منه وبطن وأن يتقبل مننا ومنكم جميع الطاعات وأن نكون دائما على الطاعة والقناعة والجماعة والله الموفق والسلام عليكم ورحمة الله ربيسور محمد مبريكة أستاذ دراسة الإسلامية مشكور جدا لحضورك معنا مشاهدين الشكر لكم أنتم أيضا على حسن الإصغاء والمتابعة والشكر إلى كل فريق العمل مرسيتكم سعيدة والسلام عليكم عليكم